السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الله في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر المصارين العلمي والتكنولوجي وهو الدرس الرابع من الوحدة الخامسة بعنوان الحجوم الدورانية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد الحجم الدوراني لمساحة محددة بمستقمين رأسيين حول محور X وفي البداية تذكر معي يا عزيز الطالب أنه إذا كانت R هي المنطقة بين منحنة دالة F والمحور X حيث F of X greater than or equal 0 من X equals A إلى X equals B فإن الحجم الدوراني الناتج عن دوران هذه المنطقة حول المحور X هو ويساوي أيضا التكامل المحدود من A إلى B لبي multiply F of X squared dx وتذكر أيضا أن الحجم الدوراني لا يتغير سواء كانت المساحة أعلى محور X أو أسفل محور X أو مقسمة إلى جزئين يقع أحدهما فوق المحور X والآخر تحته حيث أن المساحة تدور دورة كاملة حول محور X والآن عزيز الطالب مع المثال رقب 2 صفحة رقب 88 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة بين منحنة دالة Y equals X plus 1 وY equals 0 من X equals 1 إلى X equals 4 حول محور X والآن مع التمهيد للحل يحدد الرسم البياني للدالة Y equals X plus 1 مع المستقيمين X equals 1 وX equals 4 المنطقة المطلوب دورانها لينتج الحجم الدوراني والآن مع الحل باستعمال قاعدة الحجم الدوراني V equals تكامل محدود من 1 إلى 4 لبي ملتبلاي F of X squared dx وبتطبيق هذه القاعدة على الدالة Y equals X plus 1 يكون الحجم المطلوب حسابه هو تكامل محدود من 1 إلى 4 لبي ملتبلاي X plus 1 all squared dx لاحظ هنا أنه يمكننا إجراء عملية التكامل محدود مباشرة وذلك بزيادة power X plus 1 squared لX plus 1 power 3 ثم القسمة على البار بعد الزيادة أي يكون ناتج التكامل المحدود هو by multiply X plus 1 cubed over 3 على حدود التكامل من 1 إلى 4 وبالتعويض بحدود التكامل كما يظهر أمامك نحصل على by over 3 multiply 4 plus 1 cubed minus 1 plus 1 cubed وبإجراء العملية الحسابية يكون الحجم المطلوب هو by over 3 multiply 5 cubed minus 2 cubed أي 117 by over 3 أي 39 by وحدة مكعبة والآن جاء دورك عزيز الطالب لتطبق ما فهمته في حاول أن تحل رقب 2 صفحة رقب 91 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة المحددة بمنحنة دالة Y equals X squared plus 1 والمستقيم Y equals 0 من X equals negative 1 إلى X equals 1 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك والآن مع الحل التمثيل البياني الذي أمامك يمثل الدالة Y equals X squared plus 1 على الفترة من X equals negative 1 إلى X equals 1 وباستعمال قاعدة الحجم الدوراني V equals تكامل محدود from negative 1 to 1 لبي ملتبلاي F of X squared DX وبتطبيق هذه القاعدة على الدالة المعطاء يكون الحجم الدوراني الناتج V equals تكامل محدود من negative 1 إلى 1 لبي ملتبلاي X squared plus 1 squared DX لاحظ هنا أننا لا نستطيع إجراء التكامل بصورة مباشرة وذلك لأن التربيع يحتوي دالة من الضلجة الثانية لذا يتحتم علينا فك التربيع أولا ليصبح التكامل على الصورة تكامل من negative 1 إلى 1 لبي ملتبلاي X bar 4 plus 2 X squared plus 1 DX والآن ممتاز يمكننا إجراء عملية التكامل المحدود لنحصل على V equals by multiply X bar 5 over 5 plus 2 X cubed over 3 plus X على حدود التكامل من negative 1 إلى 1 والآن نقوم بالتعويض عن حدود التكامل كما يظهر أمامك وبإجراء العملية الحسابية والتبسيط نحصل على ناتج الحجم الضوراني وهو 56 over 15 by وحدة مكعبة والآن عزيز الطالب ننتقل إلى حاول أن تحل تمرين رقم 6 صفحة رقم 92 في الكتاب المدرسي أوجد الحجم الضوراني الناتج عن ضوران المنطقة المحددة ومنحنة الدالة Y equals X minus 4 والمستقيم Y equals 0 من X equals 4 إلى X equals 10 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك والآن مع الحل التمثيل البياني أمامك يمثل الدالة Y equals X minus 4 على حدود التكامل من X equals 4 إلى X equals 10 والإيجاد الحجم الضوراني الناتج عن ضوران هذه المساحة حول محور X دورة كاملة كما يظهر أمامك نستعمل قاعدة الحجم الضوراني V equals تكامل محدود من 4 إلى 10 لبي ملتيبلاي F of X squared DX وبالتعويض عن Fx بX minus 4 نحصل على الحجم الدوراني V equals تكامل محدود من 4 إلى 10 لبي ملتيبلاي X minus 4 squared DX إذن ما الخطوة التالية؟ رائع الخطوة التالية هي فك التربيع ليكون التكامل على الصورة تكامل محدود من 4 إلى 10 لبي ملتيبلاي X squared minus 8X plus 16 DX والآن نعم نجري عملية التكامل المحدود لنحصل على V equals by multiply X cubed over 3 minus 8X squared over 2 plus 16X على حدود التكامل من 4 إلى 10 وبالتعويض بحدود التكامل في ناتج التكامل المحدود نحصل على V equals by multiply 10 cubed over 3 minus 4 multiply 10 squared plus 16 multiply 10 minus 4 cubed over 3 minus 4 multiply 4 squared plus 16 multiply 4 وبإجراء العمليات الحسابية والتبسيط نحصل على الحجم الدوراني المطلوب وهو 72 by 1 والآن عزيز الطالب ما أحاول أن تحل تمرير رقب 9 صفحة رقب 92 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوراني المنطقة المحددة بمنحنة دالة Y equals squared root of X والمستقيم Y equals 0 من X equals 1 إلى X equals 9 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك والآن مع الحل لاحظ عزيز الطالب أن التمثيل الباني الذي أمامك يمثل الدالة Y equals square root of X على الفترة من X equals 1 إلى X equals 9 ولإيجاد هذا الحجم الدوراني نستعمل قاعدة الحجم الدوراني V equals تكامل محدود من 1 إلى 9 by multiply f of X squared dx وبالتعويض عن f of X بsquare root of X نحصل على الحجم المطلوب V equals تكامل محدود من 1 إلى 9 by multiply square root of X squared dx وبفك التربيع أولا يكون التكامل محدود من 1 إلى 9 by dx وبإجراء عملية التكامل المحدود لنحصل على by multiply X squared over 2 من 1 إلى 9 وبالتعويض بحدود التكامل في ناتج التكامل المحدود كما يظهر أمامك لنحصل على V equals by multiply 9 squared over 2 minus 1 squared over 2 وبإجراء العملية الحسابية نحصل على الحجم المطلوب وهو 40 by 1 مكعبة والآن عزيز الطالب مع حاول أن تحل تمرين رقب 14 صفحة رقب 92 بالكتاب المدرسي أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة المحددة بمنحنة دالة y equals 2 e to the power of x والمستقيم y equals 0 من x equals negative 2 إلى x equals 1 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك والآن مع الحل التمثيل البياني أمامك للدالة y equals 2 e to the power of x على الفترة من negative 2 إلى 1 والحساب الحجم الدوراني الناتج عن دوران هذه المساحة حول x دورة كاملة نستعمل قاعدة الحجم الدوراني v equals تكامل محدود من negative 2 إلى 1 لبي ملتبلاي f of x squared dx وبالتعويض عن fx بالدالة 2 e to the power of x نحصل على الحجم الدوراني لهذا المجسم وهو v equals تكامل محدود من negative 2 إلى 1 لبي ملتبلاي 2 e to the power of x squared dx إذن ما الخطوة التالية؟ رائع الخطوة التالية هي فك التربيع ليصبح الحجم على الصورة تكامل محدود من negative 2 إلى 1 4 by multiply e to the power of 2x dx ثانيا ممتاز نجري التكامل المحدود ولاحظ هنا أن تكامل دالة e to the power of 2x هي نفسها e to the power of 2x مقسومة على اشتقاق الباور وهو 2 لنحصل على v equals 4 by multiply e to the power of 2x over 2 على حدود التكامل من 1 إلى negative 2 كما يظهر أمامك وبالتعويض بحدود التكامل في ناتج التكامل المحدود كما يظهر أمامك يكون الحجم v equals 4 by multiply e to the power of 2 multiply 1 over 2 minus e to the power of 2 multiply negative 2 over 2 وبإجراء العمليات الحسابية والتبسيط نحصل على ناتج الحجم الدوراني وهو negative 2 by over e to the power of 4 plus 2 e to the power of 2 by 1 مكعبة والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس هذا اليوم مع خالص تمنيتنا لكم بدوام التفوق ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر